صعبة جدا حاجة كمان تقالي النهاردة انه كان فيه اخطاء تحكمية هي اللي ودت النادي الاهلي لهذه النتيجة انا عادة لا اتحدث عن الامور التحكمية انا عادة ككريم يعني لا اتحدث حتى لو شفت لقطة واضحة وضوح الشمس ما بقودش رأي فيها بسيبها المين بسيبها للخبير التحكيمي وما اننا هنسيبها للخبير التحكيمي فمعنا عبر الهاتف الآن كابتن الكبير كابتن جهاد جريشا يا كابتن جهاد اخبار حراك ايه مشرف ومنور كابتن كريم صباح الخير حضرك وعلى كل المشاهدين طيب قولي رأيك في حالات النهاردة ايه ابرز الحالات انا شايف غضب كبير جدا من جميع النادي الاهلي ومن النادي الاهلي بعد المباراة هل كان فيه اخطاء واضحة فعلة النهاردة من كابتن محمد عادل بسيبها كريم احنا دائما بننكلم مع بعض المصدقية ووضوح لما فيه خطأ بنتكلم على الخطأ لو فيه ايجادة الحاكم او مساعد نتكلم على ايجادة او الحاكم عنهم صحيح هنتكلم النهاردة في حالتين تحكمتين مهمين في الماضي النهاردة كل الناس نتكلم عليهم حالة الاولى نجيبها من الاخر خالص لحالة الغال هدف هدف تسلل النادي الاهلي فيها تميز كبير من حاكم المساعد محمود ابو رجال وهنقول السبب ايه السبب اللغاء او سبب التسلل ايه عشان كل مشاهدين يعرفوا التباصل في الطب ده نص قانوني ونص قانون ما فيش اتهاد كبتين كارين اللعب اللي هو موجود رامل ربيعة موجود في مواقب تسلل لحظة لها بثميله بالكورة موجود في مواقب تسلل يعاقب بسببين الثميل اما لعب الكورة التدخل في اللعب او تدخل مع خصم يعني عمل ايه عمل حركة او ايه او ايه او ايه او تلامس مع المنافس ده قالت من قدرته على الاشتراك في الكورة بعد ما ربط من العرض ده اللي حصل من رامل ربيعة وده كان سابه بالالغاء وكان سابه بالتسلل اللي بحي فيه مساعد مميز زي محمول الرجال اللي همستلنا ان شاء الله في كاس العالم قطر عشرين وعشرين لان القرار في وقت صعب بيئة تفعه تمانين القرار بين فريقين فريق بينفس على البطولة الاندل الاهلي وفريق بينفس على الهبوط المقاولين فالقرار في وقت صعب فماتش صعب وده يظهر خامة الحكم أو خامة المساعدة اللي موجود معنا وبالتالي قرار سليم بالغاء الهدف لتداخل الرامي ربيعة اللي موجود في موقف التلل مع خص لهم دفعون مفاولون العرب لهم دفعون مفاولون العرب حصل حركة من رامي وحصلت وكمان حصل التلامس بين الرامي والمدافع وبالتالي لازم ثلاثة دي وعاقب رامي على وجوده في موقف التلل لحظة لعجز ميلي للكور يعني اللي احنا كنا فاهمينه يا كابتن جهاد طول ما في تداخل في اللعبة وما فيش تداخل ما يبقاش فيه اوف سايد لو فيه تداخل يبقى فيه اوف سايد بس اللعتي بتقول لي حاجة انت بتوضح لحاجة انت بتوضح للناس تمام انت بتوضح لحاجة انه لو التداخل مع اللاعب كمان المدافع بتاع المنافس يبقى هنا برضو تتحس بتسلل بالضبط يتحس بتسلل لانه تدخل مع المنافس وبالتالي ده نص القانون ما فيش بيكتهاد وبالتالي القرار سليم وحاكم على فكرة كمان عجبني في اللقطة كريم سبات الانفعال للحاكم المساعد لانه واسط من قراره وعارف ان القراره مزبوط والمراجعة طبعا هو شرح اللعبة للحاكم الفار وبالتالي وشرح للحاكم في الكمميونيكيشن وبالتالي حاكم الفار راجحها بمنتهى السهولة يفهل سهل شغل حاكم الفار ووصل للقرار سليم وقرار صحيح ومن أفضل القرار تتاخذت سنادي في دور المصري كتحكمية هو الكابتن محمود أبورجال الكابتن محمود أبورجال في كاس العالم يا فندم كاس العالم عشرين وعشرين والقرار ده لازم هو ياخده صح لانه هي كار الصعب ولكن لازم ياخده صح في المباراة هو أخذ الكار الصح وبالحليه على الكارار لو خد معليش بس لو خد عكس الكارار ده وكانت هيأصر عليه لا هيروكس العالم بس احنا هنزعل عشان حاكم رأي كاس عالم يقطع الخطأ ده بس هو كان يركض سلام برضه ممكن شخص قتل معه يعني لا عادي جدا القرار الثاني اللي ممكن نختلف مع محمد عبدالفي في المباراة النهاردة أراك لي الجزانة دي بنتكلم في حالة المسك المتبادل بمعنى أنا كمهاجم ماسك تشيرت المدافع والمدافع ماسك إيد المهاجم حالة المسك المتبادل في أي مكان في الملعب مش رفج في المنطقة الجزاء بس استمرار اللعب هو قرار سليم أو قرار صحيف أو أنا المهاجم مسك الأول تشيرت المدافع وبالتالي شفت المسك بالمهاجم للمدافع في التشيرت أصفر وركل حرم بشرة لطالح المدافع ولكن القرار يتأخذ في الملعب ركل الجزاء أنا كنت أتمنى أن حكم الفار يستاذي محمد عدل يشوف اللقطة وأنا كنت واثق إن محمد لو شاف في المنظر ده المسك المتبادل ده كان هيرجع يعمل وطل حرم بشرة للمدافع أو يستمر لإعرض إحدى القرارين هم العطاح القرار الخطأ وأنت أعاد أقول لك إن القرار ده ما أصطرش على هذه المباراة ودي أحسن حاجة في اللقطة نفسها إن القرار الخطأ ده ما أصطرش على نتيجة المباراة لما دعت الرجل الجزاء حبداك شايف إن دابل الجزاء غير صحيح رجل الجزاء غير صحيح تم إحساب النادي الأحلي تمام اللعبة اللي كان برضو فيها مطالبة بالطرد أمير عابد اللعبة هل لازم أقول التفاصيل عشان برضو الناس تفهم المكان اللي حصل فيه الاستضام استضام في القصبة مكان صعب السلاح اللي استخدام المدافع هو الاستض السلاح صعب لازم عشان أطرب في المكان ده بالاستخدام الاستضب في القصبة لازم يتوفر الصرعة والقوة دي العوامل اللي هاتطرب عشانها طيب اللي حصل الاستضام اللي هو الاستضب اللي موجود في كعب القدم للمدافع وبالتالي عمل ناس هتفكر كان فيه لعبة للعبة للاعبة النادي لديانج لعبة الإسماعيلي لما متح على سدر مدافع اللاعب الإسماعيلي وقلنا ساعتها لا ترقى لكارت الأحمر لأنه متح ما دخلش بكوة ولا بسرعة كان ساعتها ماتش الأهلي والإسماعيلي وتذكر معا كريم وقلنا ساعتها انظار دي أنجل مصبوط لأن الرجل ما دخلش بالاستاذ في السدر السدر ما كان صعب ما دخل بالاستاذ في السدر ومتح ما دخلش بالكوة والسطوعة المطلوبة وبالتالي كان انظار صحيح نفس الكلام هنا النهاردة الاستاذ اللي اتاخد برضو ما اكملش بسرعة وقوة وبالتالي النزول من الكارت الأحمر اللي كارت الأطفال كارات سليم من محمد عادل مراجعة من الضار كارات سليم وبالتالي الانظار صحيح على لعب المقاولين ما تستهلش اللي بما تستهلش كارت الأحمر دي كان أهم تات حالات موجودة كريم معنا نهاردة في التحكيم في المباراة كابتن جهد جريشي خبرنا التحكيمي الكبير قبل ما اختم معاك عايز سألك على نقطة شكلية شوية ممكن ما تكونش لها علاقة بالكارات دي وهي اللبس اللي ارتدان نهاردة كابتن محمد عادل وغيره بين شوطاي المباراة في الشوط الثاني كان بيرتدي تيشرت أسود الشوط الأول كان بيرتدي تيشرت اللي هو الفيسفوري ده والله يا والله طبعا لابدت نظرنا كدنا وحنا نتطرج مع بعض في قبل المباراة وطبعا أنا جي حاكم بيجي لي اللبس الفريعين قبل المباراة وبالتالي بيختار اللبس المخالف تماما لكل اللاعبين واللاثنين حراس مرمى فطبعا اختار محمد عادل النهاردة في الشوطة الأول اللبس الفيسفوري وماتشو بيتلعب تحت الأضواء الكشفة مع فريعين المأولين اللابت بالنصفرة كان تحس أنه هو اللاعب رقم 12 من اللاعب المأولين وده كان مشكلة كبيرة في شوط الأولاني هو طح على الخطأ بين شوطاء المباراة وبالتالي لازم كل حكم بيجي المباراة لازم يأخذ باله كده من ألوان اللاعبين وحارث المرمى لازم يبقى لك تماما عن الوان اللاعبين في الفرقين وألوان حارث المرمى المباراة صحيح كابتن كبير كابتن جهاد جريشا خبيرنا التحكيمي الكبير أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوطيحات المميزة كالعادة ترجمة نانسي قنقر